السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم دلوقتي ان شاء الله في الفيديو ده عن ازاي بيكون التسليح بتاع السلالم والكولمز ان شاء الله هنتكلم كده برضو عن المارجنال بيم ربنا يسهل يعني في الوقت ده ماشي طيب دلوقتي من اول خطوات اصلا خطوات مسألة السلالم بتبدي انت بتحط يعني يا اما هو الدكتور يكون بدي لك في الامتحان مسألت اه حددت لك هو يا اما انت هتحطه بنفسك طيب دلوقتي اه غالبا يعني هيكون الدكتور بديك ليه عشان مش فيه كزا فايه فيكون الموضوع صعب في التصحيح على العموم لو هو طلب منك ان انت تحط زي ما هو طالب في الاسايمنت كده فانت ايه هتحطه زي ما احنا هنحط دلوقتي ان شاء الله في الفيديو اه وكمان الاسايمنت اصلا سبع الاسلايدز هنا الاسلايدز بتاع البشبان السلسل بالزبط السايمنت كله متاخد من هنا يعني غالب او في مسألة مسألتين زيادة مش اكتر طيب هنشوف دلوقتي وهنعرف كويس وان شاء الله الفيديو ده يكون مفيد في حوار السلالم حكاية ازاي تحط التسليح وازاي تعمل وبعد كده بعدها بتعمل بتعمل خطواتك العادية خالص وتوصل للمونت وبعد المونت بتحط ايه التسليح وبعد كده في ايه تصمم الكاميرا بتاعت ايه اللي جنب السل وممكن هيكون طالبة منك طيب هبتدي اتكلم كده بسرعة نشوف ازاي هنحط السايمة مسألة زي دي دلوقتي انت اول ما يقول لك جراوند او يعني المنصوب زيرو او مبقى فيه هنا كده المنصوب زيرو او جراوند يعني فبتحط هنا سمل في المنطقة دي بيكون في سمل تمام كده انت حطيت هنا سمل تمام اه وما بين العمودين دول تقدر برضو تحط تخلي فيه كاميرا هنا كده بقى انت عندك كاميرا وايه وسميل طيب تقدر تعمل ايه تاني تقول بقى تحمل انت تشوف التحميل هيكون فانية تجاه طبعا التحميل ده هيكون هنا كده وهنا كده زي بعض بسط اللي هو ايه اه في ما بين السابورتين ده فيه حملة هيديك بوسط وفيه هنا كانت ليفر هيديك ايه نيجاتيف مومنت طيب ماشي هنشوف هو عمل ازاي هتلاقي اللي تم ان هو عملها بالطريقة دي هو ايه ده هو عمل ايه هنا عملها بقى غير اللي هكتكلم فيه خالص عمل هنا حط هنا عمود وايه واما عملها كده عملها بالمنظر ده كاميرا كده وكاميرا كده واما حملها بالاسطوب اللي انت شايفه ده ده حل بس في حل تاني اللي انا قلته طبعا انت تبقى عارف يعني انت بقى باخب بالك من كل الحلود شوف الحل اللي اسهل بالنسبة لك طبعا ده هنا اه حل بسيط ومشاكل لا دي سيمبل الشريحة واحد سيمبل الشريحة اتنين دي كانت ليفر وابتدى ايه صمم الكاميرا بتاعتها بصراحة انا مش رأي دلوقتي اتكلم في في حل الكاميرا بتاعتها. طيب دلوقتي هي عمل الحل اللي هكتبه بقولها هي. دي حط اسميل اللي تحت. وحط ايه الكاميرا دي. وابتدأ حمل زي ما اتكلمنا. هتلاقي قد ممكن هياخد شريحتين. بس يكون عليهم نفس المومنت يعني. او شريحة واحدة. تمام. ادي عمل ايه الشريحة بتاعته. وامعمل عليها المومنت. طبعا المومنت تعارف نهو يطلع بالمنظر ده. وادي الشريحة التانية وادي المومنت. نقبل نهو بس ليه عمل شريحتين. لان هنا هيكون المومنت المتداخل. طبعا دي اسمه المومنت. انت تعرف ترسمها بازن الله يعني. كلام ده طيب لا المومنت متداخل هيكون في اختلاف عن لما يبقى termometry ما فيش يعني المومنت في مكان ما بينه وما بينه التاني طيب هنشوف دلوقتي في التسليح ادي التسليح لسكشن بتاعنا دلوقتي التسليح ב� ده بيكون التسليح الاساسي تسليح اللي بالزرع ده التسليح اللي هو السعناوي التسليح اللي باللحمر ده هنشوف طالما ما مكانش في تدخل في المومنت فهيبقى الشوكة عادية خالص كده ما فيهاش ايه اي مقص. المقص لما بيكون فيه تدخل في المومنت. هنشوفه في الشريحة التانية. طيب هتلاقي الشريحة هو ابتدى عمل تسليع بتاعه ازاي? عادي خالص ما فيش اي مشكلة. هنا كان فيه دابلو اللي سكوير على 24. حطي له سيخ يشيل الناجاتف مومنت دي. وفيه بوسط من الصبورت للصبورت. ام حط سيخ يشيل البوسط من الصبورت للصبورت. وابتدى لقى ان دي كانت ليفر. فابتدى عمل لها شوكة. ومدها الجوه كام واحد ونص الالي كانت ليفر. طبعا الكلام ده ده الحديد الاساسي بتاعك. لان الشريحة بتاعتك متحملة في الاتجاه ده. طبعا اي نقط تانية اللي هو الحديد اللي بلا زرق ده. ده حديد سانوي. لازم بيكون محطوط. بس اقل قيمة اللي هي 5.10 في المتر او صفاي تامانية كمان. ودي هنا ايه? ده طبعا بيوضح لك خد مربع كده. عشان يوضحه ويوضح لك المتاليت. طبعا قلنا عليها قبل كده لها زي الكنات كده. بس ايه بتبقى عشان خاطر للسيخ يكون مرفوع. آآ السيخ اللي هو اللي في اللي في السلمة ده. وده بيكون يعني اقل حاجة اقل قيمة لي بيكون واحد فاي عشو. في كل سلمة. ماشي. ده اشكال التسليح. طبعا انا بتكلم سريعا شوية وكده. طبعا السلايدز دي كويسة جدا جدا جدا. بتاعش مصصية يا سريليسي. هحاول ابقى حطها بازن الله في الدسكريبشن. حط اللينك بتاعها. ان انت تحملها منين? آآ هيوضح لك كتير جدا. انا فعلا فعلا يعني انا وانا بحل كده. لقيت حاجات كتير واقفة قدامي معايا في في الستيرز. فتحت السلايدز هنا. لقيت الموضوع ماشي وكواس جدا. وحتى التسليح سهل جدا. بيوضح لك كل تسليح تعمل ليه وازاي. طبعا برضو على شكل المومنت هتحط التسليح اللي بالاحمر. وده التسليح الاساسي بتاعك. التسليح اللي هو جزء اللي فوق ده. عشان نشلك الدابليو ال سكوهير على الاربعة وعشرين. بتسليح بوسط من آآ من اول الكاميرا. لغاية الكاميرا من السابورت السابورت. وتسليح الكانتليفر بيكون بالمنزر ده عشان خاطر فيه تدخل في المومنت. فعمله بشكل المؤسس اللي انت شايفه قدامك ده. او ما تلاقي اللي حتة التداخل دي في المومنت. بتعمل الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده. هتلاقي هنا بقى ايه شكل زي مؤسس كده. اللي هو ايه السيخ اللي هو بتاع الكانتليفر. مكمل وامواخد ايه من البوسطف بتاع الفلايت. وسيخ اللي هو بقى بيشيل اللي على الفلايت. ام ايه نزل ياخد بوسطف مومنت منين من عند الاندنج. تمام. دلوقتي ده تسليح سري اللي هو كان فيه سريب سري. اللي هي كانت كانت ليفر. تعالوا نطلع نفتكرها. بسرعة كده. اهو ما كانش غالبة ما كانش اهو لا كموضح. سريب سري اهي. حتة دي تكون كانت ليفر لان انت لو تاخد بالك انت حملت الشريعة دي كده. والشريعة دي كده. طب الحتة اللي في النص دي بقى فين. ايه طبعا سريب سري اللي انت شايفها دي. سريب سري دي اللي انت شايفها دي. هتكون ايه? هتكون كانت ليفر. زي ما شفنا. كانت ليفر. المومنت بتاعها طبعا بيكون كله نيجاتيف. فبتعمل لها ايه? شوكة. طيب الشوكة انت عارف ان هي اللي ديفلوب منت بتاعها بيكون واحد من نص اللي كانت ليفر. بتمده جوه السقف. طب انت ملقيتش سقف او ملقيتش يعني ايه اي سلم حتى قراها. فانت بتعمل ايه? بتتنيها بالشكل اللي موجود قدامك ده. عشان خاطر ايه تيديها اللي ديفلوب منت بتاعها. وبالمرة كمان ايه? تشتغل معاك ككانة. بقى الجزء اللي انت تدخلتوك ده. كاللي ديفلوب منت كمان يشتغل معاك كانة. يشيل شير وتورشن. لان الكاميرا دي بيكون عليها تورشن. ماشي. طبعا انت بتحاول تماما عن التورشن. بس لو ما قدامكش غيره فبتعمل. هتعمل ايه? ماشي. دلوقتي هو بيحط لك تسليح ستريب وان. بتده حطه لك على على البيلان. عشان تعرف ازاي بتحطه على البيلان. هو خد التسليح اللي بالله احمر تسليح الاساسي بقى مناقله. وانا خد برضو التسليح اللي هو بحطة الباص اما برضو نقله. لا ستريب تو. ستريب سري. ام خد التسليح الشوكة دي. وام ايه? ام برضو نقله حطها مكانها. وطبعا ده تسليح ايه? تسليح السانوي. خلاص انت حطت التسليح الاساسي بتاعك. حط بقى تسليح سانوي اقل قيمة اللي هو بيكون خمسة فاي تمانية او خمسة فاي عشرة يعني. وايه? وحطه. طبعا الكنتليفر بيكونوا هم مسيخين كده بالمنظر ده. حتى حتى بتعودين عليه من ايام السوليد سلاب. وفي الفلايت بيكون بالمنظر اللي انت شايفه ده. وبيكون التسليح بص وايه? واقل قيمة. ماشي. ودي رسمة البلان بالكامل. بعد ما ايه? ما سلحت. طبعا التسليح من اهم الحاجات. وعليه درجة عالية جدا في المتحان. فياريت ايه الناس تهتم بتكلم ده كويس جدا. دي كويسة جدا جدا جدا. انا فعلا كنت يعني كان في لابس شوية في حوارات التسليح دي. ببص هنا ما شاء الله مشروحة موضحة بمنظر كويس جدا. دلوقتي هو هنا هيصمم الكاميرا بتاعت الايه? السلم. الكاميرا بتاعت السلم. اصممها على وشير. وايه? طبعا ايه? هنعديها. هبس نتكلم عن ايه? ازاي نحط للسجد سيستم وازاي نسلح. ماشي. الكلام ده تكلمنا فيه. اهو نفس نفس الفكرة بس ايه? اه يعني قلب البلان. يعني هو بتكلم في كل حاجة كل تفصيل. ماشي. ادي اجزامبل مختلف. بالمنظر ده. وغالبا الحاجات دي كلها موجودة في الاسايمنت اصلا. فانت بان انت تشفي الفيديو ده وتركز فيه. وطبعا وتوعد كاميرا على سلايدز. الموضوع ده هي ايه? هيفرق معاك. كده تبقى انت عملت اسايمنت وايه? وعرفت النظام التسليح كله. طبعا انت ممكن تعمل ايه هنا. بالمنظر ده انت تقدر تعمل هنا كده كاميرا مسلا. كاميرا هنا كده. وتقدر تعمل هنا سميل. وتمشي ايه? وتمشي اللود في الاتجاه ده. واللود في الاتجاه ده. وهنا فيه حتة اللود في الاتجاه ده كده. يبقى انت كده عندك كم ستريبينة تلات ستريبات او ستريبتين على حسب هو هيعملي. بس يعني نخليهم ماكسموم سري ستيب. اه سري ستريبس. طيب السري ستريبس بتاعتنا في منهم اتنين هيكونوا بيساوي بعض في المومنت والزبط. بس كل الحكاية وقيم كل حاجة. بس يكون في واحدة فيها مومنت متداخل والتانية لا. عشان تعرف حتة المقصة تكون فين. بس مش اكتر. طيب تعال نشوف اهو فعلا اعمل كده. عمل ايه اعمل دي كأنها كاميرا. وعمل ده اسميل. وطبعا وفي اكيد كزا حل كزا حل لكل حاجة. بس يعني من وديك افضل الحلول. بس فا انت ايه تقدر تعمل الكلام ده. وتحمل زي ما اتفقنا. هنبص و هنشوف. او حمل زي ما اتفقنا. نشوف خد كام ستريب. دي ستريب 2 كان في ستريب 1 اكيد هدي ستريب 1 وهدي ستريب 2 فهم اخدهم ستريب بتين وهدي ستريب 3 كده يبقى ايه 3 ستريب تمام يبقى ايه نرسم بعد كده التسليح في ايه في الشرايح هو اكيد لقى هنا فيه تداخل في المومنت دي كان ستريب كام دي اكيد ستريب 1 كان فيه تداخل في المومنت هنا فعمل حوار المقص اللي اتكلمنا فيه او فيه هنا ايه محتية تداخل في المومنت دي فبيعملها مقص عشان ما حصلش اي فلير بس والباقي يعني التسليح بيشيل النجاتف وتسليح بيشيل البص عايز اغير الالوان دي مثلا تماما ادي هنا برضو ده نفس التسليح اللي بنتكلم عنه كتير اللي بيشيل ايه بيشيل ده بلو سكورة 24 وهدي من هنا الهنا ده ما فيش اي اختلاف فيهم انا نقاش فيهم ايه ده التسليح اللي بيشيل البص في المومنت اللي هنا وبس طلعوا كده كملوا الفقس هنا عشان خطر دي الحتة ديتكم مقص لان فيها ايه تدخل المومنت زي ما اتفعل بس ودي ده هنا كده السيخ ده نكمل وناسل عشان قدر يشيل البص في المومنت اللي هنا بس المنظر التسليح هني زي ما احنا شايفين موضوع مش ايه مش صعب بإذن الله ماشي ودي هنا برضو نفس الكلام بس هنا كانش في تدخل في المومنت فتلاقي عمل الشوكة من المنظر اللي انت شايفه وايه ما فيش اي ايه اي مقصات هنا وهنا ناخد بالنا ان الشريحة دي كانت ايه بتتخذ كأنها فيكسد وايه في كانتليفر من اليمين وكانتليفر من الشمال فبيكون المومنت نيجاتف في كل الايه في كل الكنتليفر بتاعنا من اول هنا لغاية هنا ده كله نيجاتف مومنت فلازم السيخ هيكون مغطيه بالكامل اهو ده السيخ تمام طيب وبعدين بتخليش هوك اصلا فبتمده كده لغاية هنا كده هو ثم طلع حتا كده ده كده السيخ وبرضو دي كمان بتمدها كده 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 اتفقنا بس فده شكل ايه التسليح بتاع سري سري لما بيكون فيه تنين كانت ليفر وتحتهم سببورت فكسد ودي مجرد ما بين هو بين بين الاسيخ اللي هي الاساسية زي ما هي ويحط في الاتجاه التاني اسيخ اللي هي المينيمم كسنوي كتسليح سنوي كانت ليفر بيتاخد كشكل خطين كده هو عشان ده كانت ليفر عشان ده كانت ليفر وايه واللي هو الفلايت العادية بتاعتنا بتبقى ايه بتتاخد بالمنظر اللي احنا شايفينه ده منيمم طيب ده برضو ده برضو اكزامبل تاني الاكزامبل ده تقدر تعمل فيه ايه تقدر بكل سهولة برضو تقوم عامل هنا ده سميل لان انت لقيت عطول منسوب ايه زيرو لقيت الزيرو او لقيت الجراوند معناها ايه تعمل سميل على طول تريح دماغك وهدي تعمل هي كمان سميل باقي تبتدي ايه تعمل الكاميرا هنا انت لما في عمودين تعمل كاميرا تمام اعملت الكاميرا وعملت السميل دول تقدر تحمل السقف زي ما تتحمل الفلايت باللانينج دي تقدر تحملهم كده ودي هنا برضو كده ودي كده برضو المشكلة ما فيش اي مشكلة تبقى ايه سمبرتين وكانت في 3 شرايح كنت معك 3 شرايح سمبرتين وكانت في كل واحد وقدر اسم سري دي للناس مثلا اللي عندهم التخيل بقى لقيل شوية وعايز يتخيل الموضوع سري دي هو هنا دنيا بسيطة خالص ما فيش اي مشكلة يعني بيوضح لك حتى لو في حاجة فيها لابس معك سري ده يوضح لك كويس جدا بسراحة يعني لاي واحد ما يعرفش حاجة حتى ما حضرش يقدر يلم الدنيا كلها من هنا هعملهم فعلا 3 شرايح اهو بس يعني ايه دي هي دي الشراحة دي هي هي دي فاعملهم مرة واحدة اه عمل هنا برضو وهنا ايه شريحة مختلفة عنه ماشي نبتدي ننزل نراسب المومنت في الشريحة الاولانية اعمل لها ايه شايف كل مكان مومنت وحط له سيخ سيخ شاء لل ول سكور عربعة شرين سيخ مش صبرت يتصبرت يشيل بصد سيخ يشيل الكانتليفر بالنيجاتي في مومنت لجوه طالما ما فيش اي تداخل في تداخل ابتدى عمل حكاية الماص مش اكتر من كده هنا الكانتليفر دي عملها برضو زي ما اتفقنا شوكة وعمل بتاع ايه جوه الكاميرا تمام ابتدى نقل التسليح بتاعه كله على البلان اهو ونقل التو كانت كانتليفر يعني بس عملها مرتين هنا كانتليفر وانا كانتليفر وبعدين ايه حطلك ورعلك برضو الحديد السروي وبيقول لك انت ببص برضو كان لا انا ما كنتش واقع بالي او ما قلتش انت طبعا بتبص من تحت لفوق تمام وبص منين تاني لو انت بترسم بحديد رأسي هتبص من اليمين للشمال عشان تشوف التحت والفوق تمام كلام ده انا قلته في الفيديو اللي قبل بتاعت اسلح السولد السلام اهو وبس الدنيا اتضغطت شوية فلان طبعا الامتحان بكرة فما فيش وقت فالواحد ايه بيحاول ايه يلم المهم يقول على المهم طبعا هولو بلوك وصولد السلام اصلا انهم ميجوا دي حاجة ايه صابحت ملاي ضعيفة وغير كده الناس كلها ايه عارفة ازاي تسلح سولد السلام وولو بلوك يمكن اللي لسه ما تقلش الستير زود من اهم الحاجات والكولوم وحاجات بسيطة والفلات سلام فهنشوف كده رح حاول نزبطهم بسرعة ماشي دلوقتي قدي التسليح السلم بالكامل طبعا ده ما فقوش كلام باذن الله كده التسليح السلم على فكرة بعد كده هتلاقي كلام هو هو بيتكرر مجرد الستير سيستم بيتغير شوية تغيرات في الستير سيستم تقدر تتبعها من هنا بكل سهولة طبعا هنا انت زي ما انت شايف برضو احنا قلنا او ما تشوف زيرو معنا انت بسموح لك تعمل ايه تعمل سميل هنا عمل تسميل دلوقتي توقيت تعمل حل من اتنين يما كاميرا افقية يما كاميرا رأسية وليكن نعمل ها ايه كاميرا رأسية ادي الكاميرا بتاعتك طيب اتجاه التحميل هتحمل فاني اتجاه ممكن الشريحة دي بكل سهولة تحمل طيب تحت فاضل ايه فلايت فلايت دي تعمل هكده شريحة كده فانت كده عندك كلها شريحتين الشريحة اللي هنا هتبقى ساببورت وساببورت وحطة كانت ليفر او ده ساببورت او برسمو كده وعلي ساببورت والحطة دي كانت ليفر طب تمام طيب تحت هتكون دي فكس طبعا زي ما هنا طبعا لو انت بتصمم السلم فخلص تحط وتجيب المومنت هنا وتصمم عليه لو انت بتحسب الكاميرا اللي تحت دي فانت هتصممها التورشن فحالة التورشن هتعمله ازاي هتصمم دي ومسلا حتة دي ديت دوت بس 0 بمن 9 ديت دوت يعني فهتلاقي ايه عملت كده فالفرق في المومنت ده بيروح ترشن على مين على الكاميرا اللي تحت تمام بس ايه فوقك طبعا من الكلام ده او يعني انت ذاكروا المهم يعني انا مش بتكلم على الوقت يا الكاميرا خالص انا بتكلم في ايه بتكلم في الستيجل سيستم ابتدأ عمل زي ما الكلام اللي احنا اتفقنا عليه وعمل ايه عمل نفس الكلام اعمل الشرايح وابتدأ اهو عمل وفوقي توكن طبعا الموضوع بقى اسهل كتير الدنيا واتحط ايه اا يعني غالبا يعني انت بتشوف المومنت بتحط عليها لتسليح الاساسي بتاعك هنا يعني في كل يعني الاساسي دي فيها كل الافكار كل الافكار يعني كلام موجود هنا بإذن الله مش هيخرج عنها تمام ادي ده كمان فكرة تانية بس يعني ايه نفس الكلام نفس المنطق انت خلاص عرفت السيستم اللي هتمش به هتعرف تشتغل في اي حاجة تقدر طبعا هنا برضو ما فيش وتعمل هنا كاميرا كده مثلا طبعا انا بقول حل انت تقدر تعمل حلول تانية كتير انت ومزاجك بس ده حل من الحلول حل كويس ده افضل حل ان شاء الله تمام طيب الشريحة الفلايت دي الفلايت دي ممكن تحملها كده كده انت خلصت الغاية هنا الغية الوش ده انت ما عندكش مشكلة تعال نشوف الجزء اللي على الشمال تقدر تحمله كده عبارة عن متشال على اربع صبرتات ده وده 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 كده تضطر طب انت لو عايز تخليهم سمبلات كده ما بين صبرتين كده ما بين صبرتين كده ما بين صبرتين بتاياه لي ما فيش اي مشكلة موضوع مش غلط خالص بس كل الحكاية انت تطلع قيم التسليح اعلى شوية لان طبعا المومنت هيزيد لما بتشتغل سمبل بيبقى ايه غير لما تشتغلها كلها كونتين وصل على بعض فيش مشكلة يعني الدنيا كلها متاح ان شاء الله وده شكل السلم سري دي عشان الناس اللي عايز تتخيل اكتر وقادي اهو ده شكل الكاميرات الموضوع بسيط جدا اهو الشرايح واخدها وبرضو اضع رسم المومنت وقام ايه اما طلع منها التسليح اهو شكل التسليح للسيمبل الشي النجاتي فيش البوسط وقادي شكل التسليح انت بتحطوا على اساس المومنت مش اكتر من كده وفي الناحية التسليح سناوي بس اهو الموضوع مش صعب خالص انا مش هكلم اكتر من كده في الستيرز بس في طبعا اكزامبرز تانية ازير من كده في الستيرز فايه تقدر تشوفها في السلايز دي بإذن الله هحط اللينك بتاع ماشي دلوقتي مسلا عندك كولوم مطلع في الاول انت تاخد بالك من حاجة مهمة جدا مش فاكر انا قلتها بس غالبا قلتها حكاية ايه كولوم انت لن بقى عندك عليه مومنت واحد من اتجاه واحد فانت بتحط يعني مسلا في مومنت بيدرب القطعة بتاعك ده في الاتجاه ده اتفقنا فانت بتحط تسليح عمودي عليه كده عمودي على المومنت عشان خاطر اتقام من المومنت ده تمام فهو لو ايه لو مومنت جاي من اتجاه واحد فانت بتحط التسليح بالمنظر ده طبعا انت باستخدام التسليح ده كله ايه بيبقى ده اللي انت بتطلعه الصف الواحد يعني التسليح اللي انت بتطلعه هو ايه التسليح الصف الواحد فانت مثلا بتطلع 7.20 ولا حاجة يبقى 7.20 في الصف ده 7.20 في الصف ده انتفقنا يبقى السيخ تحاطي في 14 سيخ طيب نمسح ده كله بقى لو انت عندك القطاع بالمنظر ده وبيضرب هم انت من الاتجاهين من الاتجاه ده والاتجاه ده انتفقنا باشي يبقى هتحط ايه اسياخ في يعني خلينا نعملهم كده على طول السيخ في الاتجاه ده تقاوم المومنت اللي جاي من هنا اهو واسيخ في الاتجاه ده عشان تقاوم المومنت الرأسي اتفقنا اتفقنا طيب المجموعة السيخ اللي انت بتطلع من الانتراكشن ديوجرام زي ما اتفقنا في الفيديو بتاع الكولوم مجموعة السيخ اللي بقى طالع ده بقى ايه بيبقى هو اللي طالع لك على طول طالع لك مثلا 25 سيخ بيتوزع مع القطاع حتى لو هتلاحز هتلاقي اللي ما بقى فيه مومنت واحد بيبقى جايب لك بقى في المسماء عندك الفا اللي يعبر عن اريا سيل على اريا سيل داج فطبعا كده انت عارفت ان في اريا سيل و اريا سيل داج تمام يعني في اتنين اريا سيل انما في ال 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 اللي هو بتاع ال باي اكسي المومنت لأ بيكون ال اريا سيل اللي طلع لك دي اريا سيل توتل بتاعت القطاع بالكامل تمام كده اتكلمنا في اريا سيل تعال بقى نقول لما يدوب ثلاث شروط وانت بتعمل التسليع بتاع الكولوم ادي الكولوم بتاعك مثلا لكم كده بيبقى في جوا كان مفروض تمام جوا كده كان كويس طبعا بتبعت الكافر من كل اتجاه بتبعت ايه بقعد الكافر من كل اتجاه يعني من هنا تبشي الكافر تشيل وتخسم الكافر ومن هنا تخسم الكافر تعرف مسافة صفية من جوه قد ايه وتخسم برضو من هنا الكافر وتخسم من هنا الكافر وتعرف المسافة الصفية اللي جوه قد ايه تمام دلوقتي انت اطلع لك كذا سيخ معينة تعود ترصهم تحطهم كده بس ايه قبل ما تحطهم كده تعرف المسافة بين السيخ والتاني اديه طبعا لو عندك مثلا وليكن نقول سبع اسيخ معناها فيه ست مسافات تعدي كده هتلاقم ست مسافات طبعا تحط سيخ في الكورنر وسيخ في الكورنر سيخ في الكورنر وسيخ في الكورنر تتعامل المهم بس تعرف ان انت عندك مثلا ست مسافات لو هتشوف على السيخ تطرح منهم واحد كده ايه المسافات تقسم المسافة كبيرة دي تقسم ها ايه على ستة تعرف المسافة ما بين السيخ والتاني قدي طبعا اول شرط عندنا احنا نتكلم بنتي في الشروط اول شرط عندنا ان هو ما ينفعش المسافة بين السيخ والسيخ انا مثلا طلعت اقل من 7 سنت ل 6 سنت طب هنعمل ايه تعمل ايه انا اقول لك تعمل ايه تبتدي تقوم جاب الاي لسيخ بتاعت دي تقوم مختار في اكبر بنت مختار في 18 لا خليها في 20 هتلاع لك عدد اسياخ اصغر بعد المهم اطلع لك 7 اسياخ هتلاع لك 6 اسياخ تمام طب كده المسافة بين الاسياخ زادت فكده بيتقز من ايه من 70 ملي كده حقها طوي الشرط طب الشرط التاني المسافة بين السيخ المربوط والمش مربوط بتكون ايه ما ينفعش تزيد عن 150 ملي يعني ايه مربوط ويعني مش مربوط دي كده الزاوية بتاعة الكانة هنا فيه سيخ ده بيتسمى مربوط ليه لان فيه الكانة من الاتجاهين من الاتجاه ده ومن الاتجاه ده طيب السيخ اللي هنا ده اسمه مش مربوط لان ما فيش الكانة اغير من اتجاه واحد فكده المسافة دي ما بين وما بين التاني لا تتعدى 150 ملي طب لو تعدت لأ يبقى تربط ده تربطه ازاي بعمل كان ايا كان شكل كان دي ممكن تعمل كده خط وخط من احد ده كده ده انت عملت كان حوالي السيخ ده طبعا ده يعني مش عارف ما تلجأ لاش او يعني ده ممكن اي بتحاول تعمل اي منظر كان زي موجود مثلا في سلايدز نشوف كده نفتح سلايدز او سلايدز الدكتور او كان فيه شكل كانات كدير انا فاكر انها شفتها واحدة واحدة مثلا هنا او بيوضح لك شكل الكنات وشكل كمان تقصيد او ممكن تحط الكنات بالمنظر ده كل المهم اي اي شكل في الاشكال المهم الشرط التاع ايه ما تعديش الخمشر سنتي او المية وخمسين ملي طيب ايه الشرط التاني كده انا قلت شرطين الشرط الاولان اللي كان 7 سنتي او 70 ملي ما ينفعش ايه المسافة تقل عن 70 ملي الشرط التاني ما ينفعش تزيد عن 150 ملي اللي هو المسافة ما بين السيخ المربوط والمش مربوط الشرط التالت ما ينفعش سيخين مربوطين تزيد المسافة بينهم اكتر من 300 ملي يعني السيخ ده او اعلم بص السيخ ده كده السيخ اللي هنا ده مربوط طيب والسيخ ده ايه مربوط فالمسافة ما بينهم ما ينفعش تزيد عن كام عن 300 ملي دي كثلت شروط في نطاق التلت شروط دول اعمل اي شكل كان زي ما شايف اللي قدامك اشكال اللي قدامك دي ده او ده او ده او ده ايا كان وكمان شرط من الشروط المهمة ان طالما بتاعك مربع يبقى اقل عدد الاسيخ فيه يكون اربعة اقل عدد الاسيخ يكون اربعة لازم يكون سيمتريك يفضل طبعا اكيد لازم كمان يكون سيمتريك لو دايرة ما ينفع يقل عدد الاسياخ عن 6 اسياخ بس غالبا يعني في في سروط لل فا نفسها اللي هتستخدمها بس كده كده بتطلع معاك فا كبيرة يعني ما تطلع فا يعني ما تعملش فا صغيرة طبعا فيش فا عشر فا اتناشر الكلام ده يعني ما بتعملش يعني في اتناشر فا عشرين اه تمام وما ينفعش يعني ما يفضلش طبعا ان هو يكون في التفاوت ما بين اكتر الحديد اه اللي هو ايه الردبتين اه بالكتير ما يبقاش اكتر من ردبتين كلام ده قلنا برده قبل كده تمام كفاية كده في ندخل على ايه اه كنت عايز برضه اتكلم في ايه في كلام سريع كده لان الدكتور قال ان هي دخلة معنا في الامتحان الله اعلم بقى هتيجي فعلا انا مش تيجي بس هو ايه قال تتذكر طيب تتذكر دلوقتي اه انت عندك المرجنال بيم المرجنال بيم اولا المرجنال بيم دي تعمل ايه في البقاط بتحزمها وبيليها فوايد كتير وكده المهم انت في التسليح بتاع الكولوم ستريب تيجي جنب بقى المرجنال بيم وتحط نص التسليح اتفقنا ماشي عشان خاطر المرجنال بيم بتقلل المومنت اللي بوجود ماشي دلوقتي المرجنال بيم لازم تكون ايه عشان انتبقى هي اللي شايلة السقف لازم تكون السقوط بتاعها اكتر من ثلاثة سقوط السقف يبقى ايه تكون الت اكبر من او تساوي ثلاثة تي اس وفي شرط تماني كمان كان الباشواندس كان ايلينا عليه نو مش ثلاثة تي اس بس تشوف انها تكون اكبر من الشرطين دول ثلاثة تي اس وتكون مش دي كده بيم كونتينووس اه بيم كونتينووس ثم عامل ايه تجيب اكبر سبان فيهم وغالبا بيكون بتكون متساوية وتيسمع على كام على عشر تشوف الاكبر ولازم تكون ايه تكون تي بتاعتك اكبر من الشرطين دول اتفقنا اتفقنا دلوقتي المرجنال بيم بتشيل ربع اللي سبان اللي هي في دلوقتي قديم المرجنال بيم الافقية اللي انت شايفها بتشيل ايه قدامك بتشيل ربع اللتين لان هي واقعة في اللسبان اللي هي اللتين بتشيل ربعه تمام اتفقنا بتشيل ربع اللسبان ده طيب الوزن اللي عليها ايه وزنها نفسه الانوت بتاعها زائد الوول زائد الوزن الاسلابة بس مضروف ربع اللسبان اتفقنا بعد كده تقدر ترسم كده وشير من ايه من القيم بتاعت الكود بس تخب بالك قيم الكاميرات طبعا يعني انت خدت قيم كتير للكود طبعا ايه تدخل على قيم الكاميرات بتاعة المرجنال بيم تقوم ايه عامل المنظر اللي انت شايف ماشي طيب التورشنال التورشنال الموجود على الكاميرا دي طب دلوقتي انت بتقول ان انت قبل ما يكون في مرجنال بيم بتلاقي قيمة مومنت على الفيلد ستريب والكولوم ستريب قيمة معينة مش فاكر اوي بس غالبا 0.25 الام منوت طيب لما بقى في مرجنال بيم لا قلت طب قلت ليه لان المرجنال بيم شالت من المومنت ده هتلاقى ازمة غالبا نصها فالمرجنال بيم شالت الباقي تفانى فيعني المومنت ده بينتقل للمرجنال بيم اللي قدامك دي طيب تمام تبتلت تحط المومنت ده على المرجنال بيم ازاي اهو كانت 0.2 0.25 0.2 الام منوت بعد والفيلد ستريب بتبقى زيرو كام بتبقى 0.1 الام منوت ده ده فجود المرجنال بيم طيب تقوم ايه المرجنال بيم شايل ايه شايل 0.2 الام منوت وال 0.1 الام منوت طبعا فوق كل كوم 0.2 فوق كل فيلد سريب 0.1 طبعا ايه مش هتحل بالمنظر ده تجيب حاجة اكويفلانت لها طب الاكويفلانت هيكون ايه هتكون ان انت هتعمل ايه هتجيب الام تي افردج دي ام تي افردج دي هتقوم ايه المومنت التورشنال المومنت افردج بيكون 0.3 الام منوت على ال على الاسبان بتاعك ماشي تمام هو كل اللي عمل هو جمع 0.2 0.1 وامقسمهم على الاسبان فجاب حاجة ايه افردج عشان خاطر يعرف يرسم التورشنال وقدي دي رسمة التورشنال المومنت دي اجرام بتكون ايه نص 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 تحت نص فوق وطبعا ضرب في الطول يعني بتضرب المومنت اللي طلع لك ده ضرب ه في الطول تمام التورشنال المومنت تجيبه وتقوم ضربه في الطول تقوم ايه جايب وعندك نص نص ضربه في نص ضربه بالقانون اللي انت شايف وده كي انت وصلت التورشن للمومنت دي اجرام يعني مش هندخل بقى في ايه انا يعني عن نفس مش هدخل معك هنا في دي اجرام التورشن وكده لان يعني الواحد مش متمكن منه قبل دلوقتي لان هو اصلا ما اخدناه احنا المهم يعني وصلنا لغاية التورشن ده كده كويس جدا وده اللي الدكتور عمله مع دفع قبل كده انما ما عملش ما اجاب لهم ش اصلا دي بس لما سألنا قالك انت مطالب بكل انا اجيب اللي انا عايز بس انت مطالب بكل اتفقنا يعني انا مش بقولك انحنا يعني انا مش بقولك ان الدكتور قالك نقف عن بس انا بقولك انا هقف عن لما الدكتور بقولك انا ممكن اطلب منك اي حاجة تمام طيب كده يعني يعني اتمنى ان نكون فتكم ولا عملت حاجة زيادة قدم تكرو حاجة زيادة المهم هحاول بإذن الله لو قدرت هسجل فيديو عن تسليح الفلاس لاب الكامل واتكلم عن لما بقى في فتحة تبتدي تعمل ايه احنا خدنا قبل كيف في تتوريال نشتغل ازاي بس ما قلتش لو في فتحة نعمل ايه ما كان اتقلت في تتوريال وما قلناش ربنا لنعمل ايه وكلام ده طبعا عشان كده بقولك سلايد الدكتور مهمة يعني مش تتوريال وبس في حاجات متقلاش في تتوريال موجودة في السلايد في حاجات مش متقلة ولا في المحاضرة ولا في التتوريال بتبقى موجودة في الأسايمنت فانت لازم تبقى مجمع كله ربنا ورفقكم جميعا ربنا يسهلها علينا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته